جفاف الفم هي ظاهرة تحدث عندما يكون هناك نقص في إنتاج اللعاب أو لا يتم إنتاجه من الأساس فاللعاب له مهام عديدة فهو يساعد على تزوج الطعام والشراب ويساعد أيضا على هضم الطعام إضافة إلى أن اللعاب مسؤول عن غسل جزيئات الطعام من الأسنان وموازنة درجة الحامضية في الفم وترتيبه وبالتالي يساعد على منع تسوس الأسنان هذا النقص في اللعاب يعرق العملية التخلص من بقايا الطعام بشكل مستمر مما يزيد من البكتيريا الضارة بصحة الأسنان والمسببة لرائحة الفم الكريهة تعالوا بنا مع حضراتكم من خلال هذا الفيديو نتعرف على أسباب جفاف الفم والأعراض وأيضا العلاجات المقترحة للتغلب على هذه المشكلة المزعجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جفاف الفم بيعتبر أحد الظواهر التي تتسبب في القلق الشديد في حياتنا وقد تؤثر بشكل كبير على سعادتنا ورضاؤنا وتنزع أيضا البهجة من نفوسنا وجفاف الفم هو أكثر من مجرد الشعور بالعطش فالفم الجاف يشمل أيضا الجلد الجاف ونقص اللعاب يتسبب بأن يصبح الجلد الموجود حول الفم جاف ومجدود والشفاة قد تتصدع والجروح قد تتكون في أطراف الفم واللسان يصبح خشن وجاف وقد نواجه صعوبة في البلع أو صعوبة أيضا في الكلام بسبب النقص في المواد المطرية التي ينتجها اللعاب وجفاف الفم يمكن أن يسبب أثار جانبية محرجة فبما أن هناك نقص في اللعاب فلا يستطيع الفم التخلص من بقايا الطعام بشكل مستمر ولذلك فإن من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابين بجفاف الفم أيضا من رائحة الفم الكريهة بشكل دائم فإذا كنت تعاني من جفاف الفم عليك بداية وقبل كل شيء مراجعة الطبيب لتشخيص حالة ومعرفة السبب وراء إصابتك بجفاف الفم ومن المرجح أن يكون السبب تناول بعض الأدوية التي قد تكون سببا في جفاف الفم لديك أو ربما تكون مؤشر للإصابة بحالة طبية لم تشخص بعد والآن نتعرف معا على أسباب جفاف الفم المنتشرة والشائعة من أول الأسباب المؤدية إلى جفاف الفم هو الأدوية فهناك أكثر من 400 نوع من الأدوية يمكن أن تسبب جفاف الفم بما في ذلك الأدوية المتناولة بدون وصفة طبية مثل أدوية الحساسية أو نزلات البرد فضلا عن العديد من الأدوية الموصوفة طبيا لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومتلازمة المسانة العصبية والمشاكل النفسية ثانيا بعض العلاجات الأخرى كما أن جفاف الفم ممكن أن ينجم عن بعض العلاجات الطبية مثل العلاج الإشعاعي ضد أنواع معينة من السرطانات التي قد تضر بالغدد المنتجة للعاب فأحد أعراض العلاج الكيميائي أنه يتسبب بالشعور بجفاف الفم أيضا ثالثا الضرر العصبي للإنسان فقد يحدث جفاف الفم بسبب ضرر عصبي ناتج لعدة أسباب مثل الإصابة في الرأس أو الرقبة فبعض العصاب تنقل الرسائل بين الدماغ والغدد اللعابية وإذا تضررت فإنها قد تفقد القدرة على إرسال الإشارات للغدد اللعابية لإنتاج اللعاب فنقص اللعاب يجعل من الصعب تزوق الطعام لأن اللعاب يحمل نكهات الطعام إلى الخلايا العصبية الموزعة في الحلق والفم رابعا حالات طبية معينة فجفاف الفم يمكن أن يحدث بسبب حالات مرضية معينة من أمراض المناعة الزاتية التي تهاجم خلايا الدم البيضاء اللمفوية والغدد الدمعية والغدد اللعابية في الجسم وهذا يؤدي بالتبعية إلى جفاف في العينين وجفاف الفم أيضا وجفاف الفم شائع أيضا بين كل من مرضى السكري ومرضى الإيدز خامسا التدخين هناك أسباب لا تعد ولا تحصى للإقلاع عن التدخين وجفاف الفم هو أحد هذه الأسباب التدخين ليس وحده هو سبب الشعور بجفاف الفم فبالإضافة لتدخين السجائر هناك الشيشة أو استخدام منتجات التبغة الأخرى التي تمضغ عن طريق الفم ودون تدخين يمكن أن تزيد من الشعور بجفاف الفم كما أن هناك كسرة اتباع بعض العادات التي لا ترافق عملية التدخين مثل شرب مصادر الكافيين والكحول يمكن أيضا أن تكون سببا لجفاف الفم سادسا التهاب الغدة النكافية الغدة النكافية هي الغدة التي تقع أسفل الأذن مباشرة أمام الفك وهي من الغدد اللعابية الكبرى والتهاب الغدة النكافية قد يحدث تلف في الغدة اللعابية هذا التلف قد يضر في إنتاج اللعاب وبالتالي يؤدي إلى جفاف الفم وهناك حالات طبية أخرى قد تكون سببا في جفاف الفم فإذا كنت تعاني من حالة طبية تعرضك للجفاف المتكرر أو المزمن مثل التهاب القولون مع الإسهال المزمن فأنت معرض للإصابة بجفاف الفم أيضا فقد يكون جفاف الفم أحد أعراض حالة طبية لم تشخص بعد مثل داء السكري إذ بات معروفا أن جفاف الفم من أحد المضاعفات المصاحبة للسكري إذ يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة التبول الذي بدوره قد يؤدي إلى الجفاف وبالتالي جفاف الفم والآن نتساءل عن علاج جفاف الفم في البداية يعتمد العلاج على سبب جفاف الفم من الأساس فإذا اعتقد طبيبك أن الدواء هو السبب فقد يقوم بتعديل جرعتك أو تغيير الأدوية التي تتسبب في جفاف الفم وقد يوصي الطبيب ببعض المنتجات لترتيب فمك ويمكن أن يشمل ذلك وصفة طبية أو غسول فم بدون وصفة طبية أو لعابا صناعيا أو مرتبات لتلين فمك إذا كنت تعاني من جفاف شديد في الفم يجوز للطبيب أو طبيب الأسنان أن يصف الدواء الذي يحفز إنتاج اللعاب أو توصيات لحماية أسنانك لمنع تسوس الأسنان وقد يلائم طبيب الأسنان لك قوالب الفلوريد التي تملأها بالفلوريد وتلبسها على أسنانك ليلا وأيضا قد يوصي طبيب الأسنان باستخدام غسول معين أسبوعيا للسيطرة على التسوس والآن إليك بعض النصائح المهمة جدا للتعامل مع جفاف الفم من المهم جدا بداية وقبل كل شيء زيارة طبيب الأسنان لمعرفة السبب وراء أصابتك بجفاف الفم فإذا لم تكن ممن يتناولون الأدوية في الوقت الراهن والتي قد تكون سبب جفاف الفم لديك فالأعراض قد تنبع من حالة طبية لم يتم تشخصها بعد مثل دائس سكري ومع ذلك هناك بعض الخطوات للرعاية الذاتية التي يمكنك أن تقوم بها بنفسك للتخفيف من ظاهرة جفاف الفم أولا الالتزام بغسل الأسنان يوميا يجب الحرص على غسل الأسنان مرتين على الأقل في اليوم الواحد بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلورايد واستخدام فرشات أسنان ذات نوعية جيدة وقد أثبتت التجارب العديدة أن فرشات الأسنان الكهربائية التي تحدث الاهتزاز والزبزبات تزيل البلاك أكثر من فرشات الأسنان اليدوية العادية ثانيا استخدام غسول للفم يجب استخدام غسول الفم مع الفلورايد لتنظيف ما بين الأسنان دائما ثالثا استخدام خيط الأسنان لتنظيف ما تبقى من الطعام احرص دائما على تنظيف ما بين الأسنان مع خيط تنظيف الأسنان والمخصص لذلك رابعا شرب الماء اشرب كمية كبيرة من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الفم ولكن تجنب المشروبات السكرية التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الحمضية فشرب الماء أو الحليب مع الوجبات يزيد من رطوبة الفم ويساعد أيضا على المضغ الجيد للطعام مما يساعد على البلع الجيد مما يؤثر بعد ذلك في هضم الطعام بسهولة تامة خامسا تجنب التدخين والكحول دائما كما ذكرنا سابقا قد يكون التدخين هو السبب في جفاف الفم بالإضافة إلى أن التدخين والكحول قد يسبب الأمراض ويزيد من مضاعفات المرض سادسا مضغ علكة خالية من السكر العلكة أو اللبان الخالي من السكر أو الحلوة قد يكون من الوسائل الجيدة لتحفيز تدفق اللعاب في الفم سابعا بدائل اللعاب بدائل اللعاب التي يتم شراؤها من دون وصفة طبية تخفف المشكلة بشكل مؤقت لدى بعض الأشخاص سامنا رزاز الرطوبة حاول النوم دائما في غرفة فيها جهاز موزع الرزاز للرطوبة للحد من أعراض جفاف الفم تاسعا مراجعة الطبيب يوصى الأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم بإبلاغ طبيب الأسنان عن الأدوية التي يأخذونها بانتظام وسوف تساعد هذه المعلومات الطبيب في تشخيص أسباب الانخفاض في كمية اللعاب وإعطاء الدواء المناسب أخيرا وقاية الأسنان من الضرر فنقص اللعاب يمكن أن يسبب الضرر للأسنان وإليك بعض النصائح للحفاظ عليها الفحص لدى طبيب الأسنان بانتظام هو أمر ضروري جدا للأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم أيضا الحرص على تنظيف الأسنان بواسطة الخيط الطبي واستخدام معجون الأسنان والفرشاة كل صباح ومساء من شأنه أن يزيل بقايا الطعام والبكتيريا من الأسنان إذا لم تجد الوقت الكافي لاستخدام فرشاة الأسنان والمعجون بعد كل وجبة الطعام فاعتاد على غسل فمك بالماء باستمرار كل هذه المعلومات كانت عبارة عن أسباب جفاف الفم وطرق علاجه وبعض النصائح لوقاية الأسنان من الضرر أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة